أمامكم دالة عشوائية وما سنحاول القيام به هو تقريب قيمة هذه الدالة باستخدام كثير حدود وسنستمر في إضافة الحدود إلى كثير الحدود هذا حتى تتمكنوا من فعل ذلك افترضوا أنه يمكنكم إيجاد قيمة الدالة عند X يساوي 0 وأنه يمكنكم الاستمرار في اشتقاق هذه الدالة وإيجاد قيمة المشتقة الأولى والثانية والثالثة وهكذا وهكذا أيضا عند X يساوي 0 هذا الافتراض يعني أنكم تعرفون ما هي قيمة F لصفر وقيمة المشتقة الأولى لF لصفر والمشتقة الثانية لF لصفر والمشتقة الثالثة لF لصفر وهكذا حسناً إذا كان لديكم كثير حدود يتكون من حد واحد فسيكون هذا الحد ثابت أي سيكون كثير حدود من الدرجة صفر وإذا كان لديكم حد ثابت أو كثير حدود ثابت فعليكم أن تجعلوه مساوياً للدالة عند F لصفر أي P لصفر حيث P هو كثير الحدود الذي تريدونه يساوي F لصفر وبما أنكم تريدون كثير حدود ثابت يمكنكم أن تجعلوا P لX يساوي F لصفر وإذا رسمتموه سيبدو كخط أفقي عند F لصفر ربما تقولون أن هذا التقريب غير مناسب أبداً فهذا يعني أننا لا نستطيع تقريب الدالة إلا عند هذه النقطة لكن ليس هناك طريقة أفضل عندما يكون كثير الحدود ثابت فعلى الأقل تمكننا من تقريب قيمة الدالة عند F لصفر إذن هذا أفضل تقريب للدالة بكثير حدود ثابت وربما لا يبدو F للصفر كثابت لكن تذكروا الافتراض الذي افترطتموه في بداية الدرس وهو أنه يمكنكم إيجاد قيمة الدالة عند صفر وهذا سيعطيكم عدداً ما وأياً كان هذا العدد تعودونه هنا ويكون P لأكس يساوي ذلك العدد وتحصلون على خط أفقي عند F لصفر دعونا الآن نضيف المزيد من القيود قلنا أن القيد الأول هو أن P لصفر يجب أن يساوي F لصفر لنقول أيضاً أن المشتقة الأولى لكثير الحدود عند صفر يجب أن تساوي المشتقة الأولى لأكس عند صفر والآن ماذا يحصل إذا جعلتم P لأكس يساوي F لصفر؟ أي الحد السابق وأضفتم حداً آخر زائد F شرطة لصفر ضرب X بعبارة أخرى ماذا يحصل إذا استخدمتم كثير الحدود الجديد؟ جدوا قيمة P لصفر P لصفر يساوي F لصفر زائد F شرطة لصفر ضرب صفر ويساوي صفر ويبقى لديكم P لصفر يساوي F لصفر لاحظوا أن كثير الحدود هذا يمتلك نفس خاصية كثير الحدود السابق وهو أن P لصفر يساوي F لصفر ما هي المشتقة الأولى لP لأكس؟ P شرطة لأكس يساوي هذا الحد الثابت ومشتقة الثابت تساوي صفر مشتقة معامل ما ضرب X يساوي ذلك المعامل إذن يساوي F شرطة لصفر والآن حاولوا إيجاد قيمة P لأكس عند صفر P لصفر يساوي F شرطة لصفر ذلك لأن F شرطة لصفر هو قيمة ثابتة تذكروا لقد افترضتم أنه يمكنكم إيجاد مشتقة الدالة عند X يساوي صفر بحيث تكون قيمتها تساوي قيمة ثابتة وإذا كان P شرطة لأكس يساوي هذا الثابت فإن مشتقته عند X يساوي صفر تساوي هذا الثابت أيضاً الجدير بالملاحظة في كثير الحدود هذا والذي يوجد فيه حد من الدرجة الصفر وحد آخر من الدرجة الأولى هو أنه يساوي قيمة الدالة عند X يساوي صفر وله أيضاً نفس المشتقة الأولى لأف لأكس بعبارة أخرى له نفس الميل عند X يساوي صفر ما يعني أن كثير الحدود الجديد هذا سيبدو بهذا الشكل تقريباً وسيشكل مماساً مع F لأكس عند X يساوي صفر لكن التقريب لا يزال غير كاف ويمكنكم الحصول على تقريب أفضل عن طريق التأكد من أن كثير الحدود والدالة F لأكس لهما نفس المشتقة الثانية لكن في نفس الوقت لا تنسوا أنه يجب أن يكون لهما نفس المشتقة الأولى ونفس القيمة عند X يساوي صفر قبل أن نكمل تذكروا أن هذه هي التجربة الأولى لتقريب قيمة الدالة وهذه هي التجربة الثانية والآن سنقوم بالتجربة الثالثة الهدف من هذه التجربة هو أن تحصلوا على كثير حدود له نفس قيمة الدالة عند X يساوي صفر وله أيضاً نفس المشتقة الأولى عند X يساوي صفر وله كذلك نفس المشتقة الثانية عند X يساوي صفر إذن كثير الحدود P لأكس يساوي هذين الحدين هنا F لصفر زائد F شرطة لصفر ضرب X زائد أكتبوا نصف هنا وسأشرح لكم سبب ذلك الآن ضرب المشتقة الثانية للدالة عند X يساوي صفر ضرب X تربيع وعندما تجدون قيمة مشتقة P لأكس ستعرفون الهدف من استخدام نصف هنا حسناً حاولوا أن تجدوا قيمة P لأكس وقيمة مشتقته عند X يساوي صفر P لصفر يساوي هذا الحد الثابت أما الحد الثاني فيساوي صفر لأنكم تضربون F شرطة لصفر في صفر والحد الثالث يساوي صفر أيضاً إذن P لصفر يساوي F لصفر والآن جدوا المشتقة الأولى لP لأكس P شرطة لأكس يساوي مشتقة الثابت تساوي صفر ويبقى F شرطتين لصفر ضرب X ربما تلاحظون أننا وضعنا نصف في أول المعادلة حتى نتخلص من المعامل ما هي قيمة المشتقة الأولى لP لصفر؟ P شرطة لصفر يساوي الحد الثاني هنا يساوي صفر لأنكم تضربونه في صفر ويبقى لديكم الثابت F شرطة لصفر إذن حتى الآن كثير الحدود في هذه التجربة وهو من الدرجة الثالثة يمتلك خصائص كثيري الحدود الأول والثاني لكن لا تنسوا أن عليكم أخذ المشتقة الثانية له P شرطتان لX يساوي الحد الأول ثابت ومشتقته صفر ومشتقة معامل ضرب X تساوي المعامل نفسه ويساوي F شرطتان لصفر بناء على ذلك ما هي قيمة المشتقة الثانية لP عند X يساوي صفر؟ ستكون F شرطتان لصفر لاحظوا أنه عند إضافة حد ثالث لكثير الحدود أصبح لكثير الحدود نفس قيمة الدالة عند X يساوي صفر ونفس قيمة المشتقة الأولى والثانية أيضاً عند X يساوي صفر لاحظوا أن هناك نمطاً معيناً هنا في كل مرة تضيفون حداً جديداً إلى كثير الحدود تكون المشتقة النونية للتقريب عند X يساوي صفر يساوي المشتقة النونية للدالة عند X يساوي صفر وإذا أردتم الاستمرار في إضافة المزيد من الحدود إلى كثير الحدود حتى تحصلوا على تقريب أفضل للدالة يمكنكم القياب بالتقريب باستخدام كثير حدود بحيث يكون الحد الأول أي الحد الثابت هو F لصفر والحد الثاني يكون F شرطة لصفر ضرب X والحد الثالث F شرطة لصفر ضرب نصف ضرب X تربيع والحد الرابع يكون F ثلاث شرطات لصفر أي المشتقة الثالثة للدالة عند صفر ضرب نصف ضرب ثلث أو واحد على اثنان ضرب ثلاثة ضرب X تكعيب ويمكنكم إضافة المزيد من الحدود باستخدام هذا النمط مثلاً الحد الخامس سيكون F أربع شرطات لصفر ضرب واحد على أربعة ضرب ثلاثة ضرب اثنان ضرب X أس أربعة وهكذا إلى أن تصلوا إلى الحد النوني وهو المشتقة النونية للدالة عند X يساوي صفر ضرب X أس أن على مضروب الحد النوني فكما تلاحظون في هذا المقام لديكم مضروب الأربعة ويساوي أربعة ضرب ثلاثة ضرب اثنان ضرب واحد ولا داعي لأن تكتبوا واحد في المقام لكن يمكنكم كتابتها إن أردتم وكذلك الأمر في هذا المقام فهو يمثل مضروب الثلاثة وهو ثلاثة ضرب اثنان ضرب واحد واثنان في الكسر نصف يمثل مضروب الاثنان وهو اثنان ضرب واحد أما هنا فيمكنكم أن تقسموا F شرطة للصفر على مضروب الواحد والذي يساوي واحد أما في هذه الحالة تقسمون المشتقة على مضروب الصفر والذي يساوي واحد أيضاً والمتسلسلة المكتوبة أمامكم هنا تسمى بمتسلسلة ماك لورين في هذه المتسلسلة عندما يكون كثير الحدود له نفس قيمة الدالة فقط تحصلون على خط أفقي كهذا أما عندما يكون له نفس قيمة الدالة ونفس قيمة المشتقة الأولى للدالة أيضاً يصبح المنحنة بهذا الشكل وعندما تضيفون درجة ثانية لكثير الحدود يصبح التقريب بهذا الشكل وإذا أضفتم درجة ثالثة يصبح بهذا الشكل وكلما أضفتم المزيد من الحدود تقتربون أكثر من منحنة الدالة خاصة عند X يساوي صفر وبصورة عامة إذا أضفتم عدد لا نهائي من الحدود فعندها تكون جميع مشتقات كثير الحدود والدالة متساوية وسيمتلكان نفس شكل المنحنة وللعلم متسلسلة ماكلورين هي حالة خاصة من متسلسلة تيلر لأن النقطة التي يرتكز عليها تقريب الدالة هي صفر أما في متسلسلة تيلر يمكنكم اختيار أي نقطة تمركز أخرى غير الصفر